اشتركوا في القناة كنت ذكرت في سنوات سابقة عندما عرضت عليكم رؤية الهلال ما هي المعايير ما هي المعلومات الفلكية والعلمية التي يعرفها المختصون في مسألة رؤية الهلال ليس هكذا يا الله أي شخص رأى الهلال في أي ظروف وكنت أيضا ذكرت في حلقة كاملة مسألة التقويم الإسلامي التقويم الإسلامي الذي يبنى على الهلال الناس يعتقدون أحيانا أننا عندما نقول يجب أن نعتمد على التقويم أننا نلغي الرؤية أو أننا لا نعتمد الهلال وأننا نعتمد فقط الحساب أو نبني على بداية الشهر القمري شهر الفلكي عندما يدخل القمر في دورته الجديدة حول الأرض كل شهر نحن طبعا هناك تعريف عديدة للشهر القمري والشهر الهلالي إلى آخره ولدينا تقويم تسمح للأمة أن تضبط أيامها وأشهرها مسبقا بناء على إمكانية الرؤية رؤية الهلال التي يمكن للفلك اليوم أن يحسبها وأن يتنبأ بها بدقة عالية الآن بالنسبة لهذه السنة كيف نعرف متى سيكون الهلال قابلا للرؤية ومتى سيدخل الشهر بالنسبة للبلدان المختلفة هناك إشكالية صغيرة وهي أن البلدان العربية والإسلامية بدأت شعبان في تواريخ مختلفة بل هناك بعض الدول التي لم تعلن بعد تصوروا نحن الآن على بعد أسبوعين وأنا أسجل هذه الحلقة على بعد أسبوع وأسبوعين من بداية رمضان لم تعلن بعض الدول متى كان أول شعبان بالنسبة لها ونتوقع أنه احتمال أنه بضعة أيام قبل رمضان ستعلن بعض الدول تحري الهلال يوم كذا وربما تقول إذا لم تثبت ولن تثبت سأذكر لكم لماذا لم تثبت في تلك الليلة أنه يلا نتحرى مرة أخرى في اليوم الذي بعده بناء على ماذا؟ بناء على أن بداية شهر شعبان لم تكن مؤكدة لديهم وهذا كله يعود إلى عدم انضباطنا وعدم اعتمادنا على العلم والفلك والحساب بشكل دقيق يعني مثلا هناك معظم الدول العربية والإسلامية بالنسبة لها يوم الخميس 23 أبريل هو يوم 29 شعبان طيب وسنرى ما هي إمكانية رؤية الهلال في تلك الليلة ولكن هناك بعض الدول مثل العراق مثل تونس ومصر وبعض الدول الأخرى ولكن هذه الدول الثلاثة البارزة بالنسبة لها يوم 29 شعبان هو يوم الأربعاء 22 أبريل يعني احتمال عندها رمضان يبدأ يوم الخميس 23 أبريل لكن عندما نعود إلى خرائط بل إلى حساب متى يحدث الاقتران الاقتران كنت تعرفته سابقا على أنه اللحظة التي يدخل فيها القمر في الاتجاه بين الاتجاه ليس بالضرورة في نفس الخط قد يكون أعلى قليلا أو أسفل قليلا عندما يكون في نفس الخط بالضبط يحدث عندنا كسوف للشمس ولكن عندما يدخل القمر وهكذا يمر عبر هذا المستوى هذا الخط هذا نسمي الاقتران هنا أو هنا أو هنا الاقتران وهي بداية الشهر القمري بداية الشهر القمري فلكيا طبعا هذه اللحظة لا يرى فيها الهلال إطلاقا لا يرى فيها القمر لأن الشعة الشمس تضربه في ظهره وتعود في الاتجاه المعاكس لا نرى منه ولا حتى حافة يجب أن يبتعد قليلا بزاوية معينة اختلف فيها الفلكيون قديما وحديثا منهم من قال زمان عشرة درجات منهم من قال حديثا سبع درجات ستة درجات المهم يجب أن ينحرف قليلا حتى نبدأ نرى حافته هذه متى يحدث هذا الاقتران يحدث يوم الأربعاء بعد منتصف الليل يعني فجر الخميس فجر الخميس الساعة الثانية والنصف تقريبا بالتوقيت العالمي الساعة الخامسة والنصف فجر الخميس بتوقيت مكة المكرمة معنى هذا أن الأربعاء ليلا التي قلت أن بالنسبة لبعض الدول هي ليلة الشك وكنت ذكرت سابقا أنني أنا لا أحبذ هذا المصطلح أنه فعلا هذه الليلة ليس هناك أي شك وليست هناك إمكانية تحري أو رؤية ولا يجب أن نتحرى أصلا لأن الهلال غير موجود القمر لم يدخل بعد في شهره الجديد في دورته الجديدة لا نزال في شعبان حقيقة فبالتالي يستحيل استحالة مطلقة لأي دولة أن تعلن أن رمضان يبدأ يوم الخميس فهذه واضحة جدا طيب الخميس مساء الآن بعد هروب الشمس ستظهر لكم خريطة إمكانية رؤية الهلال وهي الخريطة التي نأخذها من برنامج المواقيت الدقيقة Accurate Times الذي وضعه لنا أخونا الفاضل المهندس محمد عودة وأحييه عابرا هذه الخريطة تبين لكم أن هناك أساسا منطقتان المنطقة الزرقاء في الغرب الجزائر والمغرب تظهر المناطق التي سيرى فيها الهلال بالأجهزة بالتليسكوبات فقط ليس بالعين المجردة وهذه مسألة مهمة سأذكر لماذا بعض لحظة أما المنطقة البيضاء هي التي يكون فيها الهلال فوق الأفوق ولكنه يغرب بوقت لا يسمح عادة إلا في حالات أرقام قياسية أو خرق تماما لا يرى الهلال لا بالعين ولا بالأجهزة في هذه المناطق البيضاء ولكن سأذكر لكم بعض الأرقام مثلا في الأردن في تلك الليلة سيكون الهلال عمره حوالي 13 ساعة وشيء ويمكث 22 دقيقة يعني قريب ولكن لم يصل حتى إلى الأرقام القياسية المعروفة لدى الفلكيين وهي أن العمر يعني الفترة المنقضية بين الاقتران وبين غروب الشمس يجب أن تزيد عن حوالي 15 ساعة هذا أقل شيء ممكن في تاريخ الفلك وأن يمكث بالعين المجردة حتى يرى بالعين المجردة أن يمكث على الأقل حوالي نصف ساعة فهو لم يصل هذا وإن كان قريبا إلى حد ما في باكستان مثلا سيكون عمره 11-12 ساعة يعني أقل مما يرى حتى بالتليسكوبات حتى بالأرقام القياسية بالتليسكوبات ويمكث 16 دقيقة يعني هذه شبه استحالة لأن الأرقام القياسية حتى بالتليسكوبات يعني 22 دقيقة على الأقل المهم معنى هذا أن يوم الخميس مساء لن يرى الهلال بالعين المجردة في المشرق ولا حتى في المغرب ونتوقع أن عددا من الناس سيرونه على الأقل في الجزائر والمغرب وكثير من الناس سيعلنون وبعض الدول ستعلن أنه رؤية وإن كان الفلكيون سيعترضون ولكن سيقولون يالله الهلال موجود فوق الأفق خلاصة الكلام أنه في معظم الدول نتوقع ربما في 90% من الدول العربية والإسلامية سيعلن عن بداية رمضان يوم الجمعة يكون الجمعة 24 أبريل أول رمضان ما عدا ربما بعض الاستثناءات يعني مثلا سلطنة عمان لا تقبل إلا برؤية في قطرها وإن كانت تقبل بالرؤية العينية المجردة أو بتليسكوبات ربما ستعلن أنه لم يرى في بلادها وتؤجل حينها بداية الشهر إلى يوم السبت كذلك المملكة المغربية ربما أكثر لأن المملكة المغربية تشترط الرؤية بالعين المجردة ولديها أماكن عديدة حيث يتم فيها التحري ربما أيضا ستعلن أنه لم يرى بالعين المجردة أو ربما تعلن أنه رؤية ربما بالعين ربما بالتليسكوب وحينها يبدأ رمضان عندها يوم الجمعة بلدان المشرق المشرق الآسيوي يعني مثلا في باكستان في الهند بالنسبة لمسلم الهند في ماليزيا في اندونيزيا هذه ربما بل المتوقع أنها ستتأخر بيوم أو تؤجل بيوم لأن فعلا الرؤية عندها غير ممكنة إطلاقا وبالتالي تبدأ رمضان يوم السبت 25 أبريل أما بالنسبة للجاليات الإسلامية في أمريكا المسألة واضحة جدا ستكون الرؤية ممكنة في أمريكا يوم الخميس مساء وبالتالي رمضان يوم الجمعة في أمريكا في كل القاراتين الأمريكيتين في أوروبا الجاليات المسلمة في أوروبا تتبع إما البلدان العربية أو تتبع تركيا تركيا بالنسبة لها تتابع التقويم الموحد وبما أن الهلال سيكون قابلا للرؤية في مكان ما في العالم فبنسبة لتركيا رمضان أول رمضان يوم الجمعة فالجمعيات الإسلامية التي تتبع تركيا سيكون رمضان بنسبة لها يوم الجمعة والجاليات الأخرى ستتبع بلدان القريبة منها مثل الجزائر والمغرب وتونس ومصر وهذه أغلب الظن أيضا أنها ستبتأ يوم الجمعة يعني أن أتوقع وأتمنى أن يتوحد العالم الإسلامي تقريبا ربما 90% أو أكثر ويبدأ رمضان في يوم الجمعة 24 أبريل إن شاء الله يعني نحن في هذه الظروف الصعبة كما نعيش كلنا إن شاء الله يأتي رمضان ويوحدنا على الأقل أو يجعلنا أن نحس ببعضنا البعض ونعيش مع بعضنا البعض رمضان مبارك إن شاء الله وكريم على أن نلتقي في ساعة خير أخرى السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر